موسيقى 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 لكم مغربي الإخفاقات المتتالية شعرتنا بوحد الخيئبات الأمل تظنون أنه فريق المنتخب الوطني كنا تنميني النفس باش يحقق واحد نتجة إيجابية ضد الفريق المصري الدخول المبكير في المقابلة ودقيقة 4 ودقيقة 5 ساحة حاولنا أننا نحصل على واحد ضربة جزاء اللي استثمرنا هاو سيجينا الهدف الأول هذا تسمى أنه المنتخب الوطني يدخل فلوتون فورديالو ولكن ما استغليناش ما استغليناش أنا منورة تاكين واحد تراجع الوراء تنظم بأنه التراجع والي خلال المنتخب المصري كذلك يلقى مساحات المنتخب المصري أنه يأخذ هذه التقيقة بعكس أنه كانت مولا دقيقة 5 ساحة كان على أنه المنتخب الوطني محتفل فلوتون فورديالو أنه يزيد الهجامات وقد تراجع الوراء هو اللي كان ما مبررش وغير مفهوم ما نسوش كذلك أنه كانت تكون ديمة واحد قراءة مسبقة للمنتخب المصري لطريقة اللاعب أنه في المقابلات اللي كانت سالفة أنه رعب أنه الخصوم ما كانوش من العيار التقيل ولكن القناة واحد سلاسة في إخراج الكورة أنه المنتخب المصري يقرأ جيدا طريقة دي اللاعب دي المنتخب الوطني فأولا حاول يتضغط على كي تنقولوا لأسوش زيالبانو أنها ما تخرش هذاك شريت لقناة واحد عائق كبير وما لقناش تنوع في اللاعب تنظمناه فاشل القناة صعوبة فاشل إخراج الكورة من وسط الميدان ما كانوش واحد بحول الباديلة أو لو كتي تسمى البلوم بي أو السي باش يمكن لنا نحقو واحد المبتاقة تنظم أنه لطنفور ديالنا كي تنقولوا ما استغل لناش حقيقة مراد دقيقة ربعة وذا تبقى هذاك الرجوع هو اللي غير مفوم فالإخفاء قد كانت سينين دي ماو كنا دي ما تنمنون نفس دورة بعد دورة بعد حقوقوا واحد نتائج إيجابية ولكن كنا دي ما تنظروه في واحد الحلقة مفرغة ونفس الشكل كنا نظن بأنه إلى كالمنتخب الوطني فالرافد دياله لأنه وقت تتقدم هو جميع الأندية وطنية نقص التعاود واحد السياسي على مستوى التكوين على مستوى كذلك الكونتوني ديالتدريب على الأوطي الوطني يعنى كين المدربين وكين اللاعبين ولكن اللي يحتاج المغرب هو النوعية ديلادوك المدربين والنوعية ديالاللاعبين أنا نتنظر على الآتالي هي الممكن لها التتخلق الفرق هنا ممكن لها أنتتحدث على الكونتوني ديال المستوى نشوفه الفرق بأن لاعبين أو الكورة الحاديثة دابة في أوروبا فرق كبار أنه تنجدوا أنه 15 سنة 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 ت meineقهم دياله داخل الفريق الأول ولكن بالعكس دينا أنه 21 سنة 22 بقيت يوجد صعوبة هذا الشيء اللي أشخصنا نعاوده كينا نقوله أطيطروب بوزي تكون واحد المناظرة منها نشوفه بعدها ما عندناش واحد الهرشيف واحد تدوينات أول نعادوك الإخفاقات اللي كانوا يقعوه نخدو منهم واحد البلانيفيكاسيون واحد النتائج اللي ممكننا نخدموه لها مستقبلا أنه السياسة الكوروية يخصو يتعاود فيها النظر ويتعاود فيها بزاف طرف واحد الشفافية طرف واحد المصداقية بزاف الحويج مشاكيل ما من كليش نتحدث عليها لأنه ما هدي شيء يسمنا الوقت باش نطولو فيها ولكن كالمنتخب الوطني قصو كيدا نقوله راجعوا راجعوا بزاف دي للقرارات ممكن ناش نتحدث على أشخاص لأنه بعد عن الملعب اللي تحدثنا على القجاع ولا تحدثنا على الجامعة أن الجامعة المهمة دي له هو توفير الراحة دي اللاعبين توفير الموارد المالية اللاعبين يكونوا في أحد الأرياحية تبقى أنه الجهاز التقني هو وليخص النوعية دي الجهاز وكذلك العقدة لأنه العقدة الأهداف ما بقوش متانا في الكرة الحديثة تكون عقدة دي السنين ولكن العقدة دي الأهداف دي النتائج دي المستوى. المنتخب الوطني بداية من تصفيات لأنه عرف المغاربة كون تعرفوا بأن تصفيات لعبناهم فكلهم في المغرب وكذلك مع فرق لي ما كانش واحد لميحاك حقيقي لا في بطولة العرب ولا كذلك في أسفريقيا فاشمرنا الأدوار ولعبنا مع فرق فالقنا واحد الصعوبة فالجتياز دي والمغرور للأدوار النهائية. تنظرنا واحد خليوزيش في العقدة ديالو اللي تعرف في الجامعة أنه المغرور دي المنتخب الوطني إلى النصف النهائي. تنظرنا بناء على هذا المنتخب الوطني ما مرش النصف النهائي هذه حاجة. ولا تاني حاجة أنه الوقت كده نقوله بقي قصير لأنه بقي شهر نصول شهرين على المقابلة لغادي جمعنا مع الكونغو هنا تنقول سيف دو حدين. دونك خص الوقت خاصة أنه خليل واحد وليزيش من خلال ندوى صعفيا غادي عقد مستقبلا. دونك على حسب الأهداف واش غادي تم كده نقوله إتمام المهمة أو اللي غادي تم كده نقوله استغناء أو الإيقالة ديالو. طب أنه في هذا الشي هذا قاعد اللي مهم سوى بقى خليل وفيت أو أسماء أخرى. ولكن المهم أنه المنتخب الوطني فهو مقبير على واحد المبارة ما غاديش تكون سهلة. بحكم أن الخصم ما غاديش يكون عليه واحد ضغط. اللي هو منتخب الكونغو الضغط يكون علينا. نتمنى وإن شاء الله باش نستثمر ونرجع وعلى الفرحة لمغاربة لأنه إلما تقصينا سنين ومن بالنسبة للكأس الفرقية نظن بأنه الآن حال الأول باش نشاء الله نجتاز التذكير ديال كأس العالم إن شاء الله. سؤالها خاصة شبية ولكن كوادير فنية. نظر على كوادير فنية اللي تيزخر بها المغرب. هذا الشي ما تيمنع شبية أنها كينين أسماء كبيرة اللي ممكن لها تاخد زمام الأمور وتحقق نتائج إيجابية ولكن تنظن بأنه المرحلة كي تقلت لكم المرحلة صابة شوية غادي تحتاج واحد الوقت ولكن المهم هو نوعية اللاعب اللي غا تختار لهذه المقابلة. نظر أنه خصنا نحي يدع لنا واحد شوية كي تنقل وعد الضغط لأنه نعرفه مثلا لعطيط الميتان المنتخب الإيطالي فالمنتخب الإيطالي الآن بيجتاز مبارة ديال سد ديالو وهو استعن بخدمات ديال اللاعب بلوتيلي. هذ اللاعب هو اللاعب هو اللاعب عليه ففي إيطاليا أنه عدم الانضباط وبالزفج للحويش ولكن إيطاليا يلي تتعرف أنه الهدف الرئيسي هو نصله كي تقول الكاس العالم نفس شكيل نفس شكيل خصنا نتابعه مع لاعبين اللي ما تعطيته شمال لتما الإقصاء ديالهم لأسباب انضباطية أو لا العلم اللي لا تنظن بأنه لا زياج لمزواري للاعبين كبار فهذ اللاعبين نحن محتاجينهم وبينات التجربة الافريقية بأنه كين نوعية ديال اللاعبين اللي غادي نحتاجهم نحاول كي تنقول نقرب والأه الحمد لله أنه التقم التقني كتيري لك أنه نوعد الخلاف مع المدرب فالمصلح هذه الوطن ومصلح هذه المنتخب الوطني تتقتضي الحكمة تتقتضي أننا هذ اللاعبين هذو أنه ندمجوهم فلأن المنتخب الوطني في حاجة إليهم وتيبقى الهدف الرئيسي هو التآهل كأس العالم بغض النظار على انضباطية ولمشين ضباطية لتيعرفوا المغربة أنه الفرحة قصة تكمل إن شاء الله